بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أهلا بيكم يا شباب أفكركم أن المرة اللي فاتت اتكلمنا عن موضوع عنوانه مفاتيح الفرح نستغل أفراح القيامة والخمسين المقدسة واتكلمنا على مين اللي يكون فرحان النهاردة هنتكلم بصورة عكسية هنتكلم على أشهر أسوأ خطية بتحارب الناس في الخمسين المقدسة أشهر أسوأ خطية بتحارب الناس في الخمسين المقدسة أنا واثق أنه كنت عرفتوها أنا هتكلم النهاردة عن خطية الكسل خطية الكسل وخطورتها وإيه هي خطورتها وإزاي لو أنا كسلان أطلع منها كمقدمة عايز أقول بس نقطة أو اتنين النقطة الأولانية إن الناس كتيرة قوي تقول في الخمسين كده بعد أسبوع أو اتنين أو تلاتة تقول يا أبونا عايز أقول لك حاجة من أول ما بتدت الخمسين وأكتر خطية واقع فيها إن أنا بضيع وقت أو بطلت أصلي أو بطلت أقرى الإنجيل أو بصراحة يا أبونا عايز حاجة كده يعني صعب قوي هستخدم لفظ شبابي يعني أعتقد كل الناس بقيت عرفاه فهقوله كده بخجل شوية إن بقيت مأنتخ آخر أنتخ الشباب بقى يقول لك إيه آخر مش عارفين يعني الماكسيموم يعني بأي حاجة فقولك بقيت مأنتخ آخر أنتخ أوكي الحقيقة كويس إنك إنت مدرك إن ده حصل بس ناوي تعمل إيه بعد كده علشان كده زي ما قلت لكم أنا هتكلم على نقطتين النقطة الأولانية إيه هي خطورة الكسل والنقطة التانية إيه هي علاج الكسل ما هي خطورة الكسل هبتدي بحكاية في بعض الرهبان راحوا سألوا معلم في البرية في الكنيسة اليونانية الأردوكسية اسمه سيوفان اسمه سيوفان الناسك وليه كتابات كتيرة قوي قالوا له يا معلم ما هي أخطر الخطايا التي تصيب الراهب وتحاربه وهم كانوا عارفين إن هيتكلم على خطايا اسمها شغب الجسد يعني إيه خطايا شغب الجسد خطايا شغب الجسد مقصود بها أفكار النجاسة أو أفعال النجاسة أو الجسد اللي هي حروب زنا الفكر أو إلى آخره فهو قال لهم الحقيقة أسوأ حربين ممكن يحاربوا الراهب حرب اسمها النهم في الأكل والحرب التانية اسمها الكسل النهم في الأكل يعني الواحد يأكل بالزيادة شوي فقال له يا أبونا إحنا عتقاتنا إنك هتكلمنا على حروب الشغب الجسد أو حروب النجاسة أو الحروب الجسدية أو الجنسية أو الأفكار الجنسية يعني هي ديمة هيألة هي أول حرب بتحارب الراهب لأنه اختار البتولية فالشيطان عاوز يضربه في البتولية قال لهم طب استنوا شوية إذا الراهب استسلم للنهم وإذا الراهب استسلم للكسل سقطة في الزنا يعني هي جاية جاية بس الزنا ما بيجيش مرة واحدة الزنا بيسبقوا خطيطين صعبين قوي واحد أكل كتير ومكسل قاعد على ظهره تفتكر الشيطان هيجيب له إيه؟ هيجيب له كل الحروب الوحشة اللي أولها حروب النجاسة فالنجاسة دي نتيجة نتيجة الكسل إنسان ساب صلاته نتيجة كسل إنسان ساب جهاده وأكبر مثل على كده إيه؟ في خطورة الكسل إن داود النبي لما ساب الحرب وساب السلاح بتاعه وبقى ياكل وساب الناس تحارب وبقى جسده كله طاقم اللي بيكله وخرج بعد الظهر يتمشى لقى واحدة فوق السطوح يعني لقى واحدة بتستحمى اشتهاها وزن بها وقتل زوجها الحقيقة في مشكلة إنه ريح علشان كده لازم نخلي بالنا إن الكسل خطير قوي يقود إلى كل الخطايا اللي ممكن تتخيلها وخاصة خطايا النجاسة في حاجة تاني عايزة أقولها لكم يا أولاد آه يقولوا عن الكسل إنه عامل زي السرطان عيب السرطان أو المرض الخبيث إن تكون إنت موجود جواك وما انتش حسه بس ناتجته بتموتك يعني الواحد لما يكون عنده صداع يشتيك منه يقولك يا عندي صداع مش من أيمني هتولي أسبرينة هتولي نوفالجينة هتولي كباية شاي يبقى الصداع حسه وبيوجع لكن في مرة تاني في الأول ما بيوجعش بس في الآخر بيموت عشان كده يقولوا الجسد آسف الكسل خطية سرطانية هشرح لكم أكتر شوية بس تسبروا علي يعني إيه خطية سرطانية أحكي لكم يعني لما الإنسان يقع في مشاهدة منظر وحش أو خطية نجاسة يبقى مضطرب قوي ويتبنى قوي من الأسئلة اللي انتو بتبعته هالي حالة من الديء والتعب والألم إزاي أنا جرحت المسيح وأسأت الجسد بالخطية الشبابية الفلانية أوكي ده الصداع بس في حاجة تاني انت ممكن تكون مكسوف تقول للناس على الخطايا الجسدية اللي انت بتقع فيها مش كده لكن ممكن فوزت صحابك شل خمس ست أولاد وخمس ست بنات وانتو مثلا في مؤتمر للخرجين تقول يا جماعة أنا بقالي إسبوع مأنتخ ما عملتش حاجة مأنتخ دي يعني كسلان مأنتخ دي يعني نايم على نفسك فانت مش حاسس ان الكسل ده سرطان بيموتك لكن حاسس ان خطية النجاسة وجعاك بالرغم ان خطية النجاسة هي نتيجة الكسلك لانك لو نشيط وطول النهار شغال هتلاقي الخطايا دي قلت قوي وقد تكون معدومة في بعض الأحيان يبقى خلي بالك الكسل ده مدخل بس انت مش حاسه فبتفتخر بيه يقولك أنا عاوز أعود أسبوع في اسكندرية أأنتخ هجيب كده كرسي في البلكونة بتاعتنا في الدور التاسع بتبص على البحر محملش حاجة مش حاجة آكل واشرب واعود طب يقرأ حاجة في إيدك لا طب قول بس سنة عشر دقيقة في اليوم لا طب يفتح الإنجيل إيه قرأ إصحح لا وما اللي أنت عاوز إيه أأنتخ في الآخر بقى لازم أكلمك عن خطورة الكسل أو الأنتخة دي اللي ممكن تتعبك قوي قوي أول حاجة من خطورات الكسل إنه ما تخلي الفتور الروحي مفيش إنسان يا جماعة بيكون نشيط روحيا ومرة واحدة يقع في الفتور لا هو كسل وده اللي حصل مع داود إنه بقى عنده فتور بعد ما كانت عينه بتفتح لوعديها الساعة 4 الصبح عشان يتلو في أقوال ربنا ويلحن المزامير عقصارة بتاعته أو يغنيها بالناي بتاعه نسي كل دا بقى يقوم متأخر لأنه متعشي ونايم متأخر فأول حاجة لما بتكسل بتخش في الفتور الروحي قلتوا مش عارف مالي مش حاسس بربنا آه عشان أنت كسلت يا حبيبي حاجة تانية قلنا عليها أن الكسل ما تخل لكل الخطايا عشان كده مش هتكلم لأن اتكلمت في النقطة دي قبل كده بس أنا هقولك حاجة أخطر بقى الكسل يؤدي إلى هلاك الإنسان روحيا لو فضلت مكسل وفضلت مكسل بالآخر ما لكش نصيب مع ربنا هتقول لي جبت الكلام دا منين يا بونا هقولك هقولك جبته منين فاكرين مثل الخمس عزارة الحاكمات والخمس عزارة الجاهلات الجاهلات كسلوا قالوا المسيح لسه بادري والعمر فيه كتير ليه نصلي من دلوقتي ليه نخدم من دلوقتي ليه نتعب من دلوقتي الأيام جاية إيه اللي حصل المسيح خبط عليهم ولما المسيح خبط عليهم ملقاش الخمسة الجاهلات لأنه كراحين يجيبوا زيت يلحقوا نفسهم وبعد ما المسيح دخل وقفل الباب على الحاكمات الخمسة اللي بره فضلوا وخبطوا فقال الحق أقول لكن إني لا أعرف كن شفتوا الكسل عمل إيه إن أنا لو مدت دلوقتي هروح فين أرجوك يا حبيبي فكر بجدية في الموضوع ده لأنه ممكن جدا بسبب كسلك كل حاجة تضيع في حياتك علشان كده خلي بالك وآخر حاجة هقولها في الكسل قبل ما أتكلم على علاج الكسل أن الكسل يصيب الإنسان بالكآبة الكسل يصيب الإنسان بالكآبة أكتر واحد فاكر نفسه مبسوط هو أكتر واحد يشتكي يعني في بنت كانت حكيت لكم مرة عنها أنا معرفهاش بس الأم كانت بتحكيه وعلى حتى فاكر الأم كانت البنت دي مدمنة مسلسلات تركي ومسلسلات عربي وحاجة زي كانت لدرجة أنها كانت بتتفرج على الإنترنت كل يوم على عشر مسلسلات في الأجازة الصيفية وحداشر مسلسل في اليوم الواحد فهمت هيقلها أنها بتعمل اللي هي بتحبه أنها بتتفرج على المسلسلات ما قضيها إيه كسل أو أنتخ البنت دي عارفين كانت كل شكوها في الحقيقة إيه أنا ملانة أنا عندك تئاب أنا ملانة أنا عندك تئاب أنا ملانة أنا عندك تئاب عارفيني الاجتئاب ده خلص إمتى لما البنت دي ابتدت تخرج وتشتغل ويبقى لها مسئوليات وتخش في كورسات وتخلق في حياتها تحديات فيه ناس بتعتقد أن الكسل راحة فيه فرق بين الراحة والكسل الراحة مطلوبة الراحة وصية ربنا قال لي تشتغل ست أيام وفي اليوم السابع لازم تريح جسمك ده زي المكنة اللي تحرط سبعة أيام بس لازم يوم تريح فيه فلما تكون محتاج وتعبان نام لكن لما تكون بتنام باللي 12 ساعة وإنت جسمك مش محتاج غير 7 ساعات نوم أو 8 ساعات نوم ليه بتنام 12؟ قولك أصلي مش لقي حاجة عاملها آه ده خلل بقى طب أنت فيه التزام روحي وفيه التزام أسري وفيه التزام ثقافي أنت فين في كل ده؟ ولا حاجة ما بعملش حاجة بهنكر طول النهار بنقوضى لقوضى ومن مسلسل لمسلسل ومن أكل الوجبة وبعدين إيه حياتنا دي؟ نفرق إيه عن أي حاجة تاني؟ يبقى خلي بالك الكنيسة بتقولك إحنا مش ضد الراحة لكن ضد الكسل لأن الكسل هيجيب هلاك ويجيب خطايا ويقعك في الدينونة وكل اللي قلنا ده خطر قوي يخليك تعتبر وتفكر كويس أن الخطيئة بتاعة الكسل دي خطيئة لازم يتحط لها حدود ونقدم عنها توبة السؤال التاني اللي نختم بيه موضوعنا النهاردة هو أنا أطلع من الكسل إزاي؟ بصراحة يا بونا اللي انت بتقوله معاك حق فيه آه إحنا كسالة قوي وما بننتجش وقاعدين في البيت كده زي المحطوطين في برطمانات الحفظ طب نعمل إيه عشان نخرج من الكسل؟ هناخد شوي تدريب لمن يريد ومن له أذنان للسمع فليسمع ناخد التدريب الأولاني التدريب الأولاني لو أنت كسول بس أنا طبعا هتكلم بقى على الحاجات الروحية لأن إحنا ما تنسوش إن إحنا كنيسة وأنا أب كاهن فيهمني أوي نحيا الروحية لو أنت كسول في قانونك الروحي وبتعدي عليك الأيام لا بتفتح إنجيلك ولا بتصلي هقول لك تعمل إيه؟ واحد ابدأ بالأعمال الصغيرة يعني إيه ابتدي بالأعمال الصغيرة؟ في طريقة بنعملها مع بعض الشباب اللي بيقولوا يا ابونا أنا ما عنديش إرادة الطريقة دي اسمها خمسة 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 أو الطريقة دي اسمها ثلاث خمسات والغرض من الطريقة دي إنك توجد العادة وتخرج من دائرة الكسل يعني إيه؟ يعني ابتدي صلي خمس دقايق الصبح إن شاء الله تقول سلامة الشكر ورحمة الله عزيزي ورحمتك وقدوص الله مزمون من باكر التحليل أي حاجة بس وقبت خمس دقايق طبعا اللي بيصلي بانتظام دا حاجة حلوة مايقللش أنا بتكلم على واحد ما بيصليش خالص ابتدي بأعمال صغيرة بس كل يوم بعد الظهر خمس دقايق هتصلي من صلاة الغروب مزمون واحد والقطع وقدوص قدوص مثلا وبعدين التحليل دا كبداية اللي أنا قلته دا مسؤول عنه ما زدش أكتر من خمس دقايق وهيتبقلك دقيقة كمان تصلي فيها صلاة ارتجالية وتقول خمس دقايق هقرى فيها الكتاب المقدس فتقول لي خمس دقايق أنا هطلع ايه بالخمس دا لا هتطلع بكتير قوي وأنا عندي قصة دايما نكررها لما كانت بنتي في سنوية عامة وكنت بتابع معها وقالت عاملة ايه في الإنجيل قالتلي يا بابا أنا في وسط الدروس وفي وسط السنترز والحفظ ومش الحفظ ومش عارفة ما عنديش وقت الإنجيل قلتلها طب تعالي حبيبتي هاتي الكتاب المقدس وبالراحة كده فتحنا إصحاح من إنجيل معلمنا ماري لقا وانا فاكر الإصحاح دا مش فاكر رقمه لكن انا فاكر هو كان 43 آية قلتلها لو سمحتي اقري بعنيكي أو بصوت عالي زي ما انت عايزة الإصحاح دا قرت الإصحاح بعد ما قرت الإصحاح قلتلها فهمتي ايه قلتلها إصحاح دا فيه تلت أفكار رئيسية بيتكلم مع التلاميذ عن كذا وبعدين شافها أنا طبعا مش فاكر الكلام لكن هي قسمت الإصحاح إنه يتقسم لتلت أجزاء وكل جزء بيتكلم عليها قلتلها يعني قريتي قلتلها وفهمتي قلتلها عارف انت أخدت قد إيه في 43 عدد دولا قلتلها واخد حوالي 4 دقايق و50 ثانية يعني ما كملناش 5 دقايق قريتي إصحاح وفهمتي من فضلك احرج نفسك احرج نفسك قل اليوم فيه 24 ساعة وأبونا قال طلع 5 5 5 يعني 15 دقيقة يعني ربع ساعة من 24 ساعة بس اللازم تتحرك مش هينفع تفضل نايم على السرير وبعدين تروح السماء فنقول ده كان راجل طيب وفي حاله لا لا مش هتروح السماء أساسا لأنك أنت مضيع الفرصة لما الكتاب المقدس تكتب تكتب عشان نقرأ لما ربنا خلقنا نقدر نقف عشان نقف ونتكلم معها وواحد لا بيتكلم مع ربنا ولا بيقرأ كتاب المقدس ومصيبة يكون خادم أو شغال في الكنيسة موظف أو محسوب على هيئة مسيحية يا خبرة بيض إزاي الكلام ده يبقى التدريب الأولاني اعمل أعمال صغيرة وابتدي بتدريب اسمه ثلاثة في خمسة ثلاثة وقفات في خمس دقائق صدقوني لو عملت كده نفسك هتتفتح على ربنا والقليل اللي هم الخمس سمكات اللي انت بتكلم من خمس دقائق هيشبعوا جموع بعد كده بس من فضلك ابتدي من فضلك ابتدي اتنين التدريب التاني عشان أبطل كسل تدريب اسمه دين هقوله تاني تدريب اسمه دين دي I N دي اختصار لجملة انجليزي بتقول do it now يعني ايه do it now يعني عشان تطلع من الكسل اعمل الحاجة وخلصها دلوقتي ما تأجلهاش ليه لأن الكسل ليه توقم اسمه التأجيل يعني ايه يعني الشيطان لما يكون شايفك شدد حيلك ونويت قوم تشتغل وحاسنه مش عارف فرملك يلجأ للحيلة زي التعبان يقولك انا موافق انك لازم تصلي الخمس دقائق اللي قال عليهم ابونا بس مش وقته أصلي بص الماتش هيبتدي كمان ربع ساعة وانت مجدود بسبب الماتش اقولك حاجة انه خلص الماتش وبعدين صلي الخمس دقائق وبعدين اتفرج على الماتش وتشد بسبب الماتش وتدايق بسبب الماتش او افرح بسبب الماتش وكلم اصحابي على نتيجة الماتش وبص اللي انا بصد حمقت قوي وما عنديش روح للصلاة الشيطان بيلعب لعبة حلوة اوي دايما كسبانة كل مرة وهو بيكسب الحرب دي لان الاباء قالوا كده ان تأجيل العمل الروحي يطفق حرارته تأجيل العمل الروحي يطفق حرارته يعني انا دلوقتي متشوق ان انا صلي قوم صلي طب لو اجلتها كمان شوية هتلاقي نفسك اه انا لازم اصلي بس مش متحمس زي ما كنتم متحمس من شوية عشان كده القاية بتقول ماتا سمعتم صوته فلا تقص قلوبك خليك سريع الاستجابة لربنا اول ما يقول لك صلي قل له اشكرك يا رب انك فكر تاني انا هقوم اصلي الخمس دقايق او السبع دقايق او العشر دقايق او الربع ساعة اللي انا متعود عليها كل يوم يبقى ابتدي باعمال صغيرة نمرأ اتنين اعملها دلوقتي وما تأجلهاش لو سمحت لو أجلتها انا بقولك عن خبرة مش هتعملها ولو عملتها هتعملها وانت متضرر ومتثقل وزي ما بيقولوا كده مالكش نفس طب ليه ما انت خسرت كل البركات دي يا حبيبي في حاجة كمان تخليني ممكن اخرج من الكسل اه لو انا ليه اصدقاء في الكنيسة واحنا التلاتة عارفين ان احنا كسالة في الممارسات الروحية ليه ما نعملش جروب احنا التلاتة نشجع بعض يعني ايه نشجع بعض يعني احنا التلاتة نختار موعيد نقرأ فيها الكتاب المقدس او نختار اصحاح وكل واحد يقرأ لوحده وبعدين كل انا عالجروب نكتب الآية اللي عجبتني يمكن الآية اللي عجبتني الآية اللي عجبتك ويمكن الآية اللي عجبتك غير الآية اللي عجبتني فانا قريت بتاعت اللي عجبتني وقريت بتاعتك اللي عجبتك نعمل ألارم على الموبايل وإحنا التلاتة نحاول نصلي في وقت معين يا نسحة بدر شوية يا نستنى يعني اختاروا الوقت المناسب بس فيه حاجة حلوة قوي ربنا مش ضد الصداقة الصداقة اللي تبنيني مش الصداقة اللي تعلمني الخروج والقعادة على القهوة أو الصداقة اللي تخلينا نبعث لبعض شوية نكت على الانترنت على الواتساب وهي دي الصداقة يعني لا مانع يا سيدي اضحك شوية احنا مش ضد الفكاهة مدام ما فيهاش عثرة لكن ليه ما تكونش الصداقة بتخلينا شد حيلي أكتر اه ده برضو تدريب حلو قوي ان انا ارتبط بناس نشجع بعض آخر تدريبة دهولك عشان تخرج من الكسل شوف الوقت الفاضي اللي عندك قد إيه لو بعد ما تكون خلصت كليتك أو خلصت مذكرتك أو خلصت شغلك ورجعت البيت وانت عارف انك انت عندك ثلاث ساعات فاضيين اسأل نفسك في الثلاث ساعات دولة عملت فيهم ايه؟ ولو انت في أجازة من أول اليوم لآخره قسم اليوم لمجموعات من ثلاث ساعات يعني اقول انا صحيق الساعة عشرة طبعا انا بصحى ستة فمتقلي عشرة دي نص الليل بالنسبة لي انا لكن انا هافترض انك انت شاب يعني بتصحر الاثناشر واحدة ما عرفش اتنين فيه ناس بتخدها للصبح وتنام المهم من ساعة ما تصحى لغاية لما تنام قسم اليوم بتاعك ثلاث ساعات ثلاث ساعات ثلاث ساعات انا هافترض ان انا بصحى الساعة عشرة الصبح فاقول من عشرة الواحدة من واحدة الاربعة من اربعة السبعة من سبعة لعشرة من عشرة لغاية واحدة على اساس بنام من واحدة واصحى ايه؟ عشرة مثلا يعني قول في الثلاث ساعات الاولانيين كان نصيب ربنا منهم ايه؟ ولا حاجة طب في الثلاث ساعات التانيين عملت ايه؟ أكلت وتفركت على التليفزيون طيب في الثلاث ساعات التلتين عملت ايه؟ الحقيقة ما عملتش حاجة طب في الآربع ساعات التلتين يعني ثلاث ساعات الرابعة عملت فيهم ايه؟ ولا حاجة لا بقى لا 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 انت بالعذرة اياها الانسان انت بالعذرة اياها الانسان انت فاكر لما تهنكر وتضيع الوقت علشان انت ما عندكش مذاكر ولا ما عندكش شغل ولا في أجازة صيفية ده عذر مقبول أمام الله الحقيقة لازم أخوفك وأقولك إن ده عذر مش مقبول أمام الله هتقول يا ابونا انت قلت إن الفضى بيجيب خطايا بس أنا ما بقعش في خطايا أنا هافترض إن الفضى ما بيجيبش خطايا بس الوقت ده عطية من ربنا هدية من ربنا عملت بي ايه لو ما عملتش حاجة لا هتتحاسب لإن ربنا إدانا مواهب كتير قوي بس في عطايا مجانية لكل الناس زي الصحة وزي الوقت مش ضرورة تكون عبقرين ومش ضرورة تكون رسام تقول أنا لو بعرف أرسم كنت عملت لوحات للكنيسة أنا لو بعرف أتكلم كنت وعصت في الكنيسة أنا لو بعرف موسيقى كنت حفزت كل ألحان الكنيسة لا 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 أنا مش طالب كل المواهب دي أنا طالب حاجة واحدة بس الوقت بتعمل فيه ايه لأنك لو ما عملتش بيه حاجة اتحسب عليك مش ليك يا حبيبي ايه الحق؟ اعمل حاجة أخرج من كسلك ابتدي بالأعمال الصغيرة دو يتناول دين يعني ابتدي دلوقتي وما تأجلش حاول يقول ليك أصدقائك بيشجعوك على عمل كل يوم وآخر حاجة قسم يومك ويشوف أنجز دي فيه ايه كل يوم وربنا أخد قد ايه من نصيب يومك لو ما أخدش حاجة دي مشكلة كبيرة كان فيه أب من الأباء كتب كده أن عمري بيتحسب بعدد الأيام اللي عشتها الربنا مش بعدد السنين اللي الناس عدتها عليها فممكن يكون سني سبعين سنة بس عمري الحقيقي مع الله لا يتجاوز العام الواحد لأن هي دي الأيام اللي أنا عشتها مع ربنا أوعد خلوا الزمن يضحك عليكم ربنا يديكم نعمة ونبضى الفرحانين بقيامته وما نكسلش لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين اشتركوا في القناة